الإنسان هو متى يصير مؤذي؟ عندما يصير يساومك على قناعات راسخة عندك ويصحيحة أو يساومك على مكاسب حياتية وبيجي قدام بعدها يأتي الصبابة لما تصب أي شيء سوف تصبه لن يتجه إلى عدة اتجاهات سوف يتجه إلى اتجاه واحد وانت تصب في فنجال فأنت تصب في فنجال فالدل عريض هذا كبرى لكن في الأخير ينزل مع فم الدلاء ومع فم الفنجال وفي كل إناع يستخدم للصب في رأسه مقدمة كذا لتجميع الماء فالصبابة هو أن يبدأ الذهن والعقل والقلب والبصر والأحاسيس تتجه نحو هذا ولا ترى غيره تفوكس عليه يعني خلاص لا ترى غيره لأنها لا ترى فعلا اتراه لكنها مثل اللي يصور بالجوال وما يسوي ريكورد ما يحفظ الجوال لما تصور ما تحفظ أنت يشاهد الجوال لكن لا يحفظ شيء هو لا يحفظ إلا ما يشاهده وهذه فيها إشكالية أنه هناك أمور أخرى تحتاج النظر وتحتاج الاهتمام وتحتاج التركيز ملاحظة حقوق قوينة تحتاج إليها لكنك لا ترتفت إليها وتأخذ وقتك كله هذا يحصل مع الأشخاص ويحصل مع المفاهيم والقضايا ويدهر الإنسان مثل ما يقولون في بعض القضايا رائع فيها مشاغل نفسه فيها وينسى أهل ينسى أتكلم عن واجبات واجبات أهل واجبات نفسه واجبات أشياء كذا وينسى هذه الأمور كله فيضيح حقوقا أخرى بنفس الدرجة بسبب هذه الصبابة ثم تزيد هذه الصبابة فتصبح غراما ما معنى غراما الغرام هو الملازمة الشديدة إن عذابها كان غراما جهنم العياذ بالله أي ملازما لأصحابها لا ينفقون عنه ولا ينفق عنهم يعني ما في استراحة ما فيهم إجازة ملازم ما معنى غراما أصبح بينك وبين هذا المتعلق فيها اللي حبيته تلازم شديد يكون هذا التلازم سيئا إذا كان ما تحبه يصعب الوصول إليه أو يصعب الحصول على ما لديه إذا كان نجاح مستحيل إذا كان قرب مستحيل إذا كان ولاء مستحيل قد تحب مسؤولا أو تحب مشهورا ولا يمكنك الوصول إليه أو الوصول إلى ما تريده منه الهدف الذي ولد الحب في البداية فإن يكون الغراما صعب أن تخيل أنك مقيد على مقيد أو مرتبط أو مقرن بشيء أنت لا تحبه ولا تستطيع أن تستفيد منه شيئا أو إلى هذا هذه علاقة مرضية طبعا لا شك أنه بدأ يأخذ دائرة هو الانشغال بحضوره والانشغال أيضا بغيابه خلاص وبالتالي يغيب ذهنه عن كل شيء في هذه الحالة قد يغيب دائما قد يغيب جزئيا لكنه إذا انشغل به نسي كل شيء فرط طبعا في باقي العلاقة هل يحصل لحظي هذا نعم يحصل لحظي يعني قد يقف فجأة كذا فجأة المكرويف يش سوي أنت لما تحمي أي حاجة في فرن كهربائي يحتاج لها روبة ساعة عشان تسخل فالمكرويف لحظي ثلاثين ثانية طلع الطعام ما قل تأكله يعني زي عملية الصعق طيب هل يمكن أن يكون هذه لحظة الغرام هذه والتعلق الشديد عندما تكون المحاسن قاهرة لدفاعات النفس